منذ قرابة تسعة أشهر يدخل مسار تسوية النزاع الصحراوي في حالة جمود جديدة ترجمها عدم تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية عقب استقالة الألماني هورست كوهلر حلقة أخرى من الصراع المغرب الصحراوي تتذائل فيه ثقة الصحراويين في مقديرة الأمم المتحدة للدفع باتجاه إيجاد حل لأقدم نزاع في إفريقيا التقاع سفشل الممتحدة عن القيام بمأموريتها وكأن الحاضر الغائب الذي لم يغير وترك الأمر الواقع كما هو وكأنه يحرص الوضع القائم الذي هو وقف إطلاق النار والمستفيد من هذا هو النظام المغربي والمتدرر هم الصحراويين وبناء على هذا في مؤتمر الجبهة الشعبية الأخير بالأراضي المحررة دعمت قرار السابق لإعادة النظر في التعامل مع الأمم المتحدة لأنه حقيقة الفشل واضح والثيقة تقريبا فقدت وعلى أن المطلوبة لان إعادة النار في هذا التعامل وهذا سيدخلنا إلى مرحلة جديدة لأن قيادة الجبهة مطالبة بوضع حد لحالة الجمود وحالة الإنسداد القائمة حالة الفراغ هذه تستثمر فيها أطراف تحاول إطالة أمد الوضع الحالي وعلى الأرض فيما يواصل المغرب سياسته العدائية بطرد مراقبين دوليين من المناطق الصحراوية المحتلة مع نهب ممنهج لثروات الطبيعية للصحراويين أمم المتحدة أمامها خيارين إما إعادة منها ثقة مع الشعب الصحراوية بتعيمة بعثم جديد ورسم خارطة سياسية للمسارة التسوية تصب بشكل مباشر في إنهاء استعمار عبر استفتاء تقر المصير أو يبقى الأمر على ما هي عليه وبالتالي يعطى الفرصة للصحراويين من أجل استناف الحرب والعودة للحرب من أجل انتزاع حقهم في تقر المصير وهذا يظل دائما حق مشروع للصحراويين لحد الآن الطرف المغربي يستثمر في هذه القضية للحفاظ على استقراره الداخلي في نفس الوقت لا يتحدثون عن سرقات التي تحدث للثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية تقريبا تقديرات أولية 3 ملاير دولار هي حاصيلة بيع السمك للأوروبيين والمناجم موجودة في المنطقة خصوصا في المثلث الاستراتيجي العيون بكرة والدخلة وفي نفس الوقت أعتقد أن التحالفات للأسف فرنسية وحتى إسبانية في الفترة الأخيرة لأن اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي هو يخدم الصيادين الإسبان بنسبة 80% من ثروة السماكية لتذهب إلى الإسبانيين تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاتها فالوضع بات يستلزم تجسيد إرادة مجلس الأمن لاستكمال مصاري تصفية الاستعمار حسب اللائحة الأممية 55-14 ترجمة نانسي قنقر